ما مدى تأثير التحولات الدولية في المنطقة على اليمن؟ سؤال اللحظة اليمنية الراهنة الذي يحضر كلما حضرت أهمية التحولات الدولية في المنطقة أكانت تلك التحولات تكتيكية أو استراتيجية؟ إلا أن اليمن يتأثر بها في الغالب التحولات الدولية في المنطقة تبدو واضحة من خلال الموقف الأمريكي تجاه سوريا الذي هو الآخر يشهد تحولا واضحا من خلال الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مطار الشعيرات التابع للقوات الجوية السورية البنتاجون في بيانه ذكر أن الضربة الأمريكية جاءت رداً على الهجوم الذي ترجح بأن الحكومة السورية شنته باستخدام الأسلحة الكيموية على خانشيخون بإدلب وأسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال مراقبون يرون أن التحولات الدولية قد تلقي بظلالها على تغيرات كثيرة من بينها تراجع الحضور الإيراني المسنود روسياً وخصوصاً إذا ما تعلق الأمر بأذرع إيران في المنطقة العربية التي شكلت تهديداً وجودياً للأمن القومي العربي بشكل عام توزعت أذرع إيران في المنطقة على هيئة جماعات وطوائف وأنظمة ديكتاتورية تعمل لذات الخط وذات الهدف وإن لم يبدو معلناً إلا أنه يحوي بروتكولات الملال القائمة على تقوض الدولة الوطنية في المحيط العربي تأثير انكماش الدور الإيراني على المعركة في اليمن محط اهتمام ومتابعة الرأي العام اليمني المساند للشرعية في البلد الذي اكتوى بأذرع إيران في المنطقة منذ الانقلاب والاشتياح الرئاسة اليمنية سارعت في التأييد الكامل لقرار الإدارة الأمريكية بتنفيذ عمليات جوية على أهداف عسكرية في سوريا وقال المصدر الرئاسي إن العمليات العسكرية جاءت رداً على الإرهاب الكبير للنظام السوري المتمثل في استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء التأييد الرئاسي إشارة إلى احتمالات تأثر اليمن بالتحولات الدولية الجديدة في المنطقة إيجابياً إذا ما تم تقليم مخالب إيران وفي مقدمة تلك المخالب الجماعات والأنظمة الفاشية التي ارتكبت جرائم مروعة بحق المدنيين